سيدتي سيدتي النشرة الإخبارية من قنة العيون نبدوها بأورز العمل وفدنا رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي يقوم بزيارة للمستشفى الطبي الجرحي الميداني الذي يقيمه بجمع التلوي ومن اقترام السمارة نتبع التوقيع على اتفاقيات الخاصة بتنزيل برنامج ياوراش منها الدخل نرصد لامتلاقي التدريب الجهوي الأول لفائدة أطر المخيمات الصيفية في النشرة أيضا نتابع من مدينة العيون فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى أهلا بكم من جديد بعث صاحب الجلالة الملك محمد رسادس برقية تهنئة إلى سيد إسماعيل عمر جلي رئيس جمهورية جيبوتي وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن حرية تهليل الرئيس عمر جلي وأخلاص المتمنيات لشعب جيبوتي الشقيق بتحقيق ما يصب إليه من مزيد التقدم والرخل زر وفد رفع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي اليوم الاثنين المستشفى الطبية الجراحية الميداني الذي يقيم على مستوى جماعة تاليوين واندرجوا هذا المستشفى في طريق الانشطة الإنسانية الموازية للتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة على سد الأفريقية 2022 تقرير محمد الوهيبي لأجل شريحة عريضة من سكان دائرة تاليوين نصبت القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية المستشفى العسكري الجراحي الميداني وللوقوف على مختلف مراحل التدخلات الطبية والجراحية للطواقم المغربية الأمريكية المشتركة قام الجنرال دوكور دارمي بالخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بزيارة ميدانية للمستشفى مكنت من الاطلاع على نجاح مصارات هذه المبادرة الإنسانية النبيلة تعرف المستشفى الطب الجراحي الميداني لتاليوين هذه السنة سوسيح جناح العمليات الجراحية بإضافة قاعة خاصة لجراحة العيون وكذا جناح طبي وجراحة الأسنان بتجهيزه بأكثر من 12 كرسي من بين ثمار شراكتنا مع المغرب هذا المستشفى الميداني المميز الناس هنا رائعون إن حقا مهم ناجحة بكل المقاييس قسم الطب العام والمستعجلات يستقبل المرضى في مرحلة أولى ليتم توجيههم بعد ذلك حسب أعراضهم لمختلف التخصصات والأقصام بالمستشفى بالمستشفى العسكري الجراحي الميداني بتاليوين استفاد ما يقارب من 10 ألاف مواطن من 26 ألف فحص ضمنهم أزيد من 300 ألف طفل وطفلة على أن يشمل التدقل الطبي والجراحي 80 ألف مستفيد أنا عندي جلالة 6 سنوات كان عاني منها وجو هاد الناس هادوا اللي جزيون بيخير دوزلية استقبلوني اللي جزيون بيخير دفعا بتنتخل العملية أربع سنة هادي كي يضروني عني نجالي وده بارا جيل السبيطار بيخيروا على خير أعطوني ندي درد الدريب يخيروا على تعمل أطر الصحية العسكرية المغربية تابعة للصيدلية جنب إلى جنب بالموازنة مع نظيرتها الأمريكية بيدور تتقيف المرضى حول كيفية استخدام الوصفات الطبية والأدوية تستقبل عيادة الطب البطني حالات الأمراض الجهازية المتعددة والمزمنة التي تشمل على وجه الخصوص أمراض المنى عدتية الأمراض الالتهابية الأمراض النادرة التي تستلزم فحوصات سريرية وتحليل بيولوجية بالإضافة إلى صور أشعة سينية والفحص بالصدى يوفر المستشفى العسكري الجراحي الميداني أزيد من 20 تخصصان به تجند حوالي 300 إطار والغاية تلبية الاحتياجات الطبية والمتطلبات الصحية الاستعجالية والأساسية لسكان دواوير دائرة تاليوين بإقليم تارودانت تتواصل بجونيفا شغال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإلسان حيث دق مشطاء حقوقيون وخبراء دوليون ناقص الخطر محاذرين من حالة الانفلة الأمن والفوضى السائدة في مخيمات تندف ومنددين بالاتجار بالبشر السائد في هذه المخيمات الخاضعة لسيطرة المشيات الانفصالية على الأراضي الجزائرية لنتابع تصريح لزيل العابدين الولي رئيس المنتدى الافريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإلسان قام الوفد الحقوقي القادم من القليم الجوية المكامل الغيبية على همشة الدورة الخمسون لمجل حقوق الإلسان هنا بجونيف بإجراء مجموعة من اللقاءات مع الآليات الأممية المتمثلة في المقرر الخواص وبعض الآليات الأخرى وكذلك حتى مع بعض البعثات الدائمة للدول هنا مجل حقوق الإلسان هذه اللقاءات كان هدفها هو بسط ونقل الصورة عن وضعية حقوق الإلسان بمخيمات الدوف هذه الوضعية التي لا يمكن أن نصفها إلا بالوضعية الكارثية حيث تم تقديم مجموعة من الحالات التي تم رصدها بمخيمات الدوف الحالات التي تهم الانتهاكات حقوق الإلسان التي تنصر للمواثقة الدولية نتقوم بينها حالات الاختفاء القصري وحالات الاعتجاج تعسفي حالات القتل خارج القانون كذلك حالات تجنيد الأطفال والتي جبرت مجموعة من التفاعلات الإيجابية من قبل كل من تم اللقاء بهم على همشة الدورة الدورة كذلك عرفت تقديم مجموعة من الشهادات الحية للضحايا المباشرين لجبات البوليساريو خص بالذكر هنا السيد فاضل بريكا السجين السابق بالسجون السرية للبوليساريو وكذلك شهادات الأخت المعدة الكوري التي كانت تتقافا عن قضية والدها المختفي قصرا من قبل جبات البوليساريو اليوم متضم الدولي بدأ يعي جيدا على المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل هذه الاتهاكات تقع على كاهل الدولة الحاضنة لهذه المخيمات وهي الدولة الجزائرية لأن المواثقة الدولية وعلى رأسها اتفاقي جونيف سنة 1951 تنص على أن الجزائر هي المسؤولة عن كل الاتهاكات التي تتقبوا فوق أراضيها وأن التفوض الغير القانوني التي أعطته لجمعات البوليسارية لتسهيل هذه المخيمات يعني يوفر غطاءا لهذه الميليشيات بارتكاب الاتهاكات هناك بالمخيمات الدولة بل أكثر من ذلك اليوم الجزائر لم تعد فقط يوفر غطاءا لهذه الميليشيات بارتكاب هذه الاتهاكات وإنما أصبحتها كذلك طرفا فاعلا في هذه الاتهاكات اليوم الجيش الجزائري مسؤول عن قتل مجموعة من الشباب بنصاص لحي كانوا يحاولون القرار لمخيمات بل هناك صور بشعة لحرق الشباب الصحراويين من قبل الجيش الجزائري وتم كذلك توثيق أن المخابرات الجزائرية وعاصمها كانت طرفا في تعديب واستجواب وسنطاق مجموعة مستطولين بالمتقالات السرية بمخيمات الدولة في بلاغ لها تنهي وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية إلى علم كافة حجاجها التنظيم الرسمي أن رحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى مطار جدة بالأراضي العربية السعودية ابتداء من يوم الأربعاء القادم 29 يونيو من يوم الأربعاء فصاعد 29 يونيو سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة وعضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يتعين على هؤلاء الحجاج أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات رابغ في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن تسجيل 715 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل تعافي 895 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية بحين تم تسجيل 25 حالة خطرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ مجموع هذه الحالات 129 حالة بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 2.5 بالمئة إلى السمرة حيث تراص صباحا اليوم معامل الإقليم مرفوقا بالمنتخابين وسلين محليين مراسم توقيع اتفاقيات خاصة بتنزيل برنامج أوراش ذلك بحضور ممثلية الجمعيات والتعاونيات المحلية التي استوفت ملفاتها شروط الاستفادة من البرنامج الحكومي تفاصيل أوفا في سياق روبرتاج يوسف سعواطي ومبارك الباس مدبرو الشان المحلي من سلطات وهيئات منتخبة ومصالح إدارية إلى جانب ممثلية النسيج الجمعوي والتعاوني بالإقليم التاموا خلال أشغال اللقاء الموسع الخاص بتنزيل برنامج أوراش عامة ومواقة برسم سنة 2022 الدفعة الأولى من البرنامج الحكومي أهمت نحو 735 مستفيداً من نساء وشباب الصمارة المؤطرين داخل 82 هيئة مدنية من جمعيات وتعاونيات الإقليم هذا الإقبال اللي هو مهم كان ثمنه بشكل كبير وكان ثمنه كذلك التجاوب للجمعيات والتعاونيات اللي فازت يعني بهذه الصفاقات اللي من خلالها لها تكون إنعاش ديال سوق الشغل بالنسبة للإقليم وخاه هو مواقت ولكن هذه التفاتة مهمة فهذه الظرفية اللي هي الظرفية صعبة واللي نتمنى من أبناء الإقليم على أنهم لا يستفادوا منها بشكل كبير وكيد على النجاح كذلك والتنزيل اللي لها لا يعود إن شاء الله عنده الفائدة وعنده الإضافة النوعية بالنسبة للإقليم الصمارة بقع قطعة التعاون الوطني ثلاث اتفاقيات مع جمعيات لتشتغل في الميدا الاجتماعي هذه التفاقية هم تشغيل أو الاستفادة من برنامج أوراش بمعدد قريبا 20 شخص وهي بادرة مهمة جدا أولا سوف تسعى إلى توفير فرص الشغل لمجموعة ديال الأشخاص لمدة 14 وهي كذلك فرصة من أجل دعم هذه المراكز هذه وهذه الجمعيات التي تشرفه والتي تشتغل مع الفئات المعوزة سواء الأطفال في وضعية صعبة أو الأشخاص في وضعها عقا أو النساء في وضعية صعبة حفل توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنزيل برنامج أوراش استعرضت خلالها الدوائر المحلية حجم الرهانات والأمال المعقودة على تدخلات البرنامج الحكومي كآلية من شأنها الدفع بعجلة الإقلاع التنموي عبر حفز دينامية كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية واللياضية وخلق مناصب لتشغيل أبناء الإقليم أولا هذه الاتفاقية اللي وقعنا الآن هي اتفاقية مهمة تعالج بعض الخصاص اللي كانت تعرفه الجمعية في إطار لد العامل المركز وفي نفس الوقت نوهه بالعمل الحكومي اللي اعطى الأولوية للقطاع الاجتماعي واللي هذا البرنامج من ضمن البرامج الاجتماعية المهمة اللي انفتحت في هذه الأولية الأخيرة واللي نتمنى إن شاء الله لها النجاح ونتمنى على أنها تستمر إن شاء الله اليوم أتينا لحفل توقيع التفاقية التي سوف تجمع العصب المغربي حماية الطفولة والقطاع الوصي الذي هو التعاون الوطني والمجلس الإقليمي في إطار تفعيل هذه التفاقية التي ترمي إلى انخراط العصب المغربي حماية الطفولة فرأس مارا في هذا البرنامج نتمنى من الجمعيات المستفيدة أن تكون عند حسن ظن الجميع ويستفيد الشباب المعطل من هذه المبادرة ونتمنى إن شاء الله أن تكون مبادرات أخرى مثل هذه المبادرة كي تستفيد الجميع وكي تكون بصمة لحل مشكل البطالة بإقليم السمارة بارتياح وتفاعل كبيرين انخرطت مكونات المنظومة المحلية في تنزيل برنامج أوراش برنامج يقوم على تشغيل الشباب في إطار عقود عمل المؤقتة تنطلق فعليا دفعته الأولى بدءا من فاتح يوريوز المقبل بقليمين ما سادق المجلس الإقليمي اليوم خلال أشغال دورة استثنائية على اتفاقية الشركة التي تفعل برنامج أوراش الحكومية على صعيد الإقليم في المتابعة الحارض مهضار وجمال الأخصاص دورة استثنائية للمجلس الإقليمي لقليميم وفي جدول الأعمال النقطة الوحيدة تتعلق بالمصادقة على اتفاقية الشركة بين المجلس والتعاونية والجمعيات المحلية حول إنجاز برنامج أوراش عام بالإقليم 57 اتفاقية تم التأشير عليها يتضمنها تنزيل هذا البرنامج الحكومي على مستوي قليم نقطة تتعلق بمصادقة مداولة ومصادقة على برنامج أوراش وتم الحمد لله تصويت بإجماع بعد مناقشة دي الأعضاء وإضافات المصالح الخارجية التي أعطونا إضافات جديدة بالإضافة إلى ذلك تم التوقيع على الاتفاقية مع الجمعيات التي تعدد 57 جمعيات التي تم التوقيع الاتفاقية إن شاء الله وستتم في الأيام القليلة القريبة إن شاء الله بداية الأشغال الأوراش إن شاء الله تدخلات برنامج أوراش بإقليم قليميم سيمكن من تأمين 2018 منصب الشغر المؤقتة مناصب تتوزع على 38 وارشن تنخرط فيه عديد القطاعات الحكومية والدوائر الشركة بالإقليم ما سيكون له الأثر على عجلة التنمية المحلية أهمية الاتفاقية الموقعة في المجلس الإقليمي الخاصة بأوراش تكمن في شيئين مهمين أولا إيجاد فرص العمل ولو أنها مؤقتة ليد العاملة في المناطق خاصة القروية ثانيا القيام بهذا الأشغال لأن تنوع الأشغال خاصة البستانة ولا الصيانة دي المؤسسات ولا الدعم الطربة ولا تيعطي مزيدا من فرص الشغل هذا المشروع استبشرناه كجمعية المجتمع المداني باحد القلب كبير لأن الضغوطات التي علينا وخصوصا طلبات دي التشغيل والتوسطات التي تجعلها من أجل توفير مناصر بشغل المجموعة دي المنخرطين دينا الآن الحمد لله سنحاول أن نتفك واحد المدة ولو مدة قليلة ورش حكومي ينتظر أن يكون له الوقع الإيجابي على الدينامية السوسيو اقتصادية بالمطقة من خلال خلق عدد مهم من مناصب الشغل والدفع بمصاري التنمية المحلية نبقى في أخبار المجالس المنتخبة إذا عقد المجلس الإقليمي لبجدور صباح اليوم دورة استثنائية للمجلس قصد أتدول بشأن النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة والتي همت دراسة عقد اتفاقية انضمام المجلس الإقليمي لبجدور إلى مجموعة الجماعات الترابية لبجدور وبعد اتفاقية المستدقة بجمع الحاضرين على هذه الاتفاقية التي من شأنها تنمية الإقليم عقدة اليوم دورة استثنائية لنجلس قليم بجدور كانت فيها نقطة فريدة تتعلق بالتصويت والمستدقة على انضمام المجلس القليمي اتفاقية شركة انضمام المجلس القليمي لمجموعة الجماعات الترابية اللي اختير لها تسمية ديال التنمية هذه الاتفاقية ديال الشركة اللي فيها مساهمة المجلس القليمي هي مبلغ 100 ألف ذرهم وباقي الجماعات الأخرى الأربعة بالإقليم بمبلغ 50 ألف ذرهم لكل جماعة اختير لها اسم التنمية ونتمنى أنها تكون قيمة مضافة للإقليم واللي موضوع الاتفاقية والأهداف ذياله كان يتعلق بنقاط الماء على مستوى إقليم بجدور تزويد الساكنة والمواشي بالماء الصالح للشرب وكذلك صيانة نقاط الماء وتم التصويت بإجماع الحاضرين ربورتاج ونشر من مدينة الداخلة يرصد لأحدى المعالم المميزة للمدينة مركب صناعتها التقليدية فضاء يمكن الزوار من اكتشاف خصوصياته المجتمعي الصحراوي المتميز بعاداته وتقاليده العريقة والتي تشمل مختلف جوانب الحياة نعم الدودي ومحمد مشار مركب الصناعة التقليدية بمدينة الداخلة معلمة للساكنة المحلية والسياح المغاربة والأجانب الحريسين على اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية واكتشاف أصالة التراث المحلي وثراء الهوية الثقافية والحضارية لجهة الداخلة ودى الذهب مكاننا يشد الزوار من خلال بلورة وتجسيد مهارات وإبداعات الصانعات والصناعة التقليديين الذين تفننوا في تقنيات النقش والنحت والرسم والزخرفة مستلهمين إبداعاتهم من الطبيعة الصحراوية والأشكال الهندسية المختلفة للتراثي الثقافي الحضاري البدوي اكتشاف أصناعة التقليدية صناعته البوادي فهمتي أهل البوادي وحوائجهم ومشاكلهم وذركاتهم آتناس داخل التطورات عادوا عدل شيء ما كان يعدل عادوا عدل الصناعة ما كانت تعدل اسمعتي عادوا عدل ياسر من شيء كامل متعدل هناك طرياسر من شيء زين مساكن مليا هل مساكن متهنية فهمتي ما فيه مشاكل ما فيه شيء هذه هي حالة صناعة التقليدية زي هنا تياسر زي هنا متخلط ياسر صبعتي والصناعة على شغل تلبادية لفراو والتيزيات يمشي قبل إشحافي آرواق فهدنا مجمع فهدنا بياسر لأنه واحدة الحمد لله بلد أمونك ومسغول ودافي الحمد لله منها نشتغل فيه ومنها نعرضين فيه ومنها دينا فيه الناس بلد الحمد لله تجي فيه الناس الزوار تجي فيه والناس نهلم دينا الحمد لله تجي فيه الحمد لله وتخرص وتخرص التراث اللي عندنا من معاملات اللي تتحقق داخل المجمع نسبة المبيعات جد مرتفعة ثانياً نسبة الإقبال على المجمع لأنه فاضة منفتيحة على خليج والدهب موقع جد استراتيجي وربطناه أيضاً بالمدارات السياحية الخاصة بالصناعة التقليدية مما جزاد من جاذبية المركب الصناعة التقليدية على وتنع لزيارة الوفود الرسمية اللي تزور الداخل بشكل مستمر الصناعة التقليدية استطاعت أن تفرض نفسها كتعابير تقاوم متقلبات العولمة والتطور المستمر الذي تعرفه أساليب الإنتاج واستطاعت أيضاً أن تكون وسيلة مساهمة من خلال الأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلجها لكن إكراهات عدة تواجه الصناع حاول القطاع الوصي ما أمكن أن يجد لها حلولا خاصنا التسويق لأننا جلد هنا في الداخل حالة به ميديتي التبو اللي فوقت نهارينا الثلاثة يبقى بيض ميات تاليك يبقى 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 عندما تلينا قاد ينزدون في الشغل حان يتخطعوا عنه ذي الليفتنا عندنا وكورونا قاد عجابتنا على التماء قابل طيدينا ما خالت نشتغلوا والشغل اللي حل به ميديتي عندنا كل نهار نمسحوا نوبة من نيل ونحن باشي كان يرجع اللونه المواد الأولية حليناها بنسبة الفضة خلقنا نقطة ديالبيعد الفضة في مرقب الصناعة التقليدية بالنسبة الجلد احنا في مرحلة ديال خلق نقطة لبيع الجلد بمرقب الصناعة التقليدية باش نحلوها الليشكال بالتزود بالمواد الأولية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية نهوض بموروث حرفي تقليدي صحراوي تميز بغناه وأصالته كرصيد ثقافي شفهي لا مادي يعزز الهوية الثقافية لساكنة الصحراء في مدينة الداخلة وفي طار الاستعدادات لتأطير المخيمات الصيفية نظمة الفضرية الجاوية للتخييم والتنشيط التربوي بالجهة بتنسيق مع المدرية الجاوية للشباب نظمت التدريب الجاوية الأول لفائدة أطر المخيمات الصيفية في المتابعة العليا حميميد ومحمد يدهس مخيمات صيفية في خدمة أهداف التنمية شعار اختره منظم هذه النسخة الأولى من التدريب الجهوي الأول لأطر المخيمات الصيفية بجهة الداخل ود ذهب والذي تضمنت فعاليته هذه الدورة التدريبية التي تخللت عروض مفصلة تمحورت بالأساس حول حقوق الطفل ومسؤولية المدرب وعروضة أخرى من شأنها تعزز القدرات التدريبية والتأطيرية للأطر المستفيدة اليوم نحن نظم هذا التدريب الجهوي الأول بجهة الداخل ود ذهب الفائدة للجمعيات المضاوية تحت الوقت في دراجة جهوية التخيم من أجل يعني إعطاء هذه المدربين اللي يمشون شاء الله في المخيمات الصيفية مجموعة من الأسس والمبادئ اللي يعني يحافظوا بها على سلامة الأطفال ويرفعوا عليهم هذه المخيمات شاء الله المقبلة من جهة الداخل ود ذهب ما كان عرفوا كاملين أن الوليدات مروا من واحد الفترة لصعيبة وأثناء المسيرة الدراسية الموسمية شنو كان وقع الحجر الصحي الجائحة ديال فيروس كورونا الوليدات أطروا بزاف وبدلوا واحد المجهود لجسادي ونفسي في نفس الوقت هذه الرسالة موجهة للبارون أتمنى أنكم تستفدوا الوليدات المخيم سيستفدوا كثير وكثير ويعبروا عن أنفسهم سيخويوا الطاقة ديالهم وفي نفس الوقت سيستقبلوا الموسم الدراسي القادم إن شاء الله بصحة جيدة وفي نفس الوقت بواحد لين يرجع لزوينا وقد تضمنت فعاليات هذه النسخة الأولى ورشاة النظرية حول حالات الطوارئ ويتوخى منها توعية المدربين بالجانب الصحي وجعلهم أكثر جاهزية للتعامل مع الحوادث غير المتوقعة كنظن أن الإخوان كانوا كلهم تفقين معي بأن هذه المخيمة هذه هي من ضمن الأشياء التي تساعد الطفل أنه يبني شخصيته بشكل صحيح يعني بصحة نفسية جيدة وأننا كنتفادوا بهذه المخيمة مجموعة الأمراض النفسية ومجموعة الإضطرابات النفسية ومجموعة الإضطرابات التعلم أيضا مثلا فرط الحركة مثلا مجموعة الإكتئابات كثير من الأطفال كان لحظهم في الأقسام ولا في المدارس لا يعتمدون على نفسهم أو يكون لديهم نقص في تقدير الدات إذا أنا كنشجع على هذه المخيمات لأنها كتزرع في الأطفال هذه التقاف النفس وكتفادوا بها مجموعة الأمراض كي قلت النفسية درس الإسعافات الأولية وتعليمها للأطر لهميتها في المخيمات والنقطة التي ينذير إن شاء الله هي التي ضرورية من الضروريات كإسعافات فاقد الوعي ويتنفس وفاقد الوعي كذلك ولا يتنفس والاختناق والحرق هذه المصطوعات التي ضرورية في الإسعافات الأولية والغارق حتى بالنسبة للغارق إن شاء الله هم الذين يطرقونهم إن شاء الله كتكوين لهذا الأطور إن شاء الله وتسعى الفيدرالية الجهوية للتخييم والتنشط التربوي من خلال تنظيم التدريب الجهوي الأول لأطور المخيمات الصيفية بالداخلة إلى إنجاح عملية التخييم لهذه السنة وتمتيع الناشئة بعطلة تربوية وترفيهية سليمة وخالية من المخاطر بدخلها دائما نظمت جمعية الهدف للتربية والثقافة لجهة الداخل وادي الذهب حفلا ختاميا لعنشطة الجمعية التربوية برسم هذا الموسم الدراسي الحفل تخللته لوحات فنية وعروض غنائية وفقرات فنية متنوعة من تقديم الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية وتسعى الجمعية من خلال هذا هكذا أنشطة إلى تعزيز الأنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية بالجهة اليوم نحن على موعد مع حفل اختتام انشطة الجمعية التربوية خلال هذا الموسم هذا الموسم كان حافل من مجموعة من الورشات التي استهدفنا منها خلالها الطفولة سواء بالعالم القروي أو الحضري هذا الورشات كانت فيها ورشات التنمية الذاتية وبناء شخصية وتقدير الذات للطفولة وكذلك الأنشطة الموازية من خلال خارجات طربوية وطرفيهية كذلك ورشات في المسرح الطفل والإذاعة المدرسية نسعى دائما بخلال هذه الأنشطة المساهمة من تعزيز الأنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية بالجهة كذلك نحن على موعد بعاء المخيم الصيفي كما جارت العادة الذي سيكون هذا العام إن شاء الله مخالف بلمسة مغايرة يكون هو مبارع عن ورش كبير للمساهمة كذلك في تكوين الطفل أحيانا لليوم العالمي للموسيقى نظم المعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالعيون بإشراف من المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالجهة حفلا موسيقيا بمشاركة تلاميذ المعهد في المتابعة سناء بن ناوي وأبراهيم جولي الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى مناسبة فنية وثقافية لتصلة الضوء على فن يساهم في مد جسور التواصل بين مختلف الثقافات المعهد الموسيقي بالعيون احتفل بهذا اليوم لما له من مكان قيم بين صفوف عشاق الفن والموسيقى بمختلف تلاوينها والتي تعتبر مصدرا للفرح والإبداع فاليوم المعهد الموسيقي لمدينة العيون يحتفي بفنانيه بمبدعيه يحتفل بتلامدته فهي محطة سنوية يقف عندها لتأمل ما تم إنتاجه في مجال الموسيقى وكذلك هي محطة لمعرفة الموسيقيين على مستوى جهيات العنسق الحمراء كذلك هو محطة لاحتفاء بأبنائنا وبناتنا في مجال الموسيقى فهو برنامج غني بفقراته الفنية هناك المغربية هناك العالمية العربية هناك يعني معزوفات موسيقية عالمية يعزفها أبناؤنا وأبناء جهة العيون الساق الحمراء متنوعة كذلك حضور بعض الأغاني الوطنية في صلب هذه الأمسية آلات موسيقية متنوعة تختلف كل واحدة عن الأخرى من حيث طريقة إصدار الصوت هناك آلات وترية إقاعية وآلات النفخ الهوائية وما إلى ذلك أصوات تغنت بها الفرق المشاركة بهذا الحفل من خلال تقديم عروض موسيقية من آداء أطفال وشباب من منخرط المعهد الموسيقي بالعيون إلى جنب مشاركة فرق أخرى كان يا مكان 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 جيت عنه الفرقة ديال صول فعم مدينة بوشدور باش نديروا الإحياء ديال واحد لحفل اليوم العالمي لموسيقى الفرقة ديالنا كنتمتل كورال يعني كانت الأجواء زوينة في مدينة العيون ضرنا فيها وشفنا يعني برفقة أستاذ جمال عياط وعجبنا الأجواء وكنت من النور خير كل شيء كان أنا كن دير الغناء الأجنابي يعني وكن دير العتب على القيطار تلميذ من مركز التقافي بوشدور معاد الموسيقى وعضف فريق مجموعة سولفا بوشدور وللحمد قد مرت الأمسية الفنية في جميع أحوالها كما نقول دستوب رائع للحمد وكما نود أن نشكر المعد الموسيقي للعيون على حسن الضيافة والكرم يعني الموسيقى عندها بزاف دي المنافع ودور فعال يعني المجتمع المدني وعلى ولدتنا وعلى كافة يعني الناس اللي كي مارسوا هاد الأهلة الموسيقية أو اللي كي مارسوا هاد الأهلة الموسيقية يعني كين دراسات بها يعني دارو دراسات يعني أنه تيقولك مثلا كاللغة مثلا لغات أجنبية ودكشي ممكن أننا نتعلمونها غير يعني بسبب يعني هاد الأهلة الموسيقية يعني الموسيقى لها جد المنافع على العقل على المجتمع المدني وعلى أطفالنا حفل موسيقي بهيج استمتع الحاضرون بمقاطع موسيقية ومعزوفات طربية شنفت مسامع الجمهور المتدوق لهذا النوع من الفن والذي كان مناسب لدعم وتشجيع الأطفال والشباب المشاركين بهذا الحفل على المزيد من الإبداع والاشتهاد في المجال الأكثر لتقديم أعمال فنية في المستوى مستقبلا موسيقى أخبارنا متواصلة لكن ضمن جديد قراءة في الصحب الصدر يوم غد في تقرير لخديجة الرشيد نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصدر يوم غد الثلاثاء من يومية الأحداث المغربية وكتبت أمام تزايد مخاطر الوضع الأمني بمخيمات تندوف واحتمال توسع دائرته لتشمل دول الجوار والمنطقة برمتها دق خبراء دوليون بجونيف نقوس الخطر محذرين من حالة الإنفلات الأمني والفوضى السائدة في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها البوليساريو في جنوب غرب الجزائر وخلال ندوة افتراضية نظمت مؤخرا على همش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع وضعية الحقوق والحريات بمخيمات تندوف وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر بمبادرة من المرسد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى حالة عدم الأمن والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف المنطقة المغلقة التي نقلت من كل رقابة دولية مؤكدين أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع بشكل أساسي على عاتق الدولة المضيفة الجزائر صحيفة هسبريسا الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية تستمر مناورات الأسد الإفريقي التي تحتضنها المملكة من العشرين إلى الثلاثين من يونيو بتنظيم تمارين ميدانية بمركز التدريب الخاص بالمنطقة الجنوبية بتيفنيت المتواجد بإقليم شتوكا أيتباها بحضور كبار المسؤولين العسكريين المغربة ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول المشاركة وقامت وحدات تدخل من ثلاث دول هي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بأداء تمرين عسكري يحاكي عملية تدخل بمنزل توجد بداخله مجموعة مسلحة ويبدأ التمرين بهبوط قوات التدخل من طائرة هيليكوبتر عسكرية وانطلاقها بهدف تطويق المنزل الذي يضم المجموعة المسلحة لتنجح في الأخير في قتل بعض أفراد المجموعة والقبض على آخرين أحياء وجسدت الجيوش في مناخ صحراوي تدخلا سريعا من أجل توقيف المتطرفين المسلحين صحيفة لوتخواسونس والسونت الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية احتذنت مدينة طانطان نهاية الأسبوع الأخير النسخة الأولى من الملتقى الدولي للترافع عن مغربية الصحراء وذلك بحضور شخصيات مغربية وأجنبية عبرت عن دعمها المتواصل الوحدة الترابية للمملكة وفي هذا الصدد أشاد وليد كبير أعلامي ومعارض جزائري رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية في تصريح لتخواسونس والسونت بمثل هذه الملتقيات لما لها من وقع وتأثير على قضية الوحدة الترابية المغربية خاصة المقامة بقلب الأقاليم الجنوبية التي تشهد نماء وازدهارا كبيرين بفضل قيادة الملك محمد السادس من جانبه اعتبر المحامي الإسباني فرانسيسكو جوميز أن على المغرب وإسبانيا السير قدما إلى الأمام والتفكير في المستقبل خاصة في ظل تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل عقب إعلان إسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها صادر يوم غدين الثلاثاء أوسى المشاركون في أشغال الندوة العلمية الدولية حول موضوع قول العلماء في الثوابت الدينية المغربية بتوسيع الاهتمام بالثوابت الدينية على المستوى الإفريقي وشدد البيان الختامي على ضرورة إشراك المرأة الإفريقية العالمة في الندوات العلمية التي تعنى بهذا الموضوع داعين إلى عقد ندوة دولية تعنى بقول العلماء في الثوابت الدينية المغربية الإفريقية كما أكد البيان الختامي لهذه الندوة على أهمية تعميق البحث في الثوابت الدينية على مستوى المؤسسات العلمية الجامعية خاصة على مستوى مختبرات ومركز البحث وكذا رصد التحديات التي تواجه هذه الثوابت من أجل إرساء مقاربة لتجاوزها وأبرز المشاركون في هذه التظاهرة العلمية ضرورة تحرير القول في التأصيل الشرعي للثوابت الدينية المغربية وإحياء السند العلمي في تحصيل الثوابت الدينية المغربية وكذا إدراجها ضمن مقررات التكوينات التعليمية مع الحرز على دعم تحقيق التراث المخطوط الخادم للثوابت الدينية المغربية تقلت إلى عفو الله المرحومة زهية منت الهلالي الشيهب عن سن يناهز سبعين عاما فقدها تنتمي لقبيلة يقود تغمض الله الفقد بواسع رحمته وأسكنها فزيح جنانه والهم ذويها الصبر وسلوان وإن لله وإن إليه راجعه أما اللحظة فإلى الورقة الخاصة بأحوال التقس والتوقعات غدا بمشيئة الدينية إذ من المرتقبية تظلل الجوع مستقرة على العموم بمعظم المناطق الجنوبية درجات الحرارة المتوقعة غدر إن شاء الله 25 بجربات باقي المناطق ستباين درجات الحرارة مسترواح ما بين 22 بي سي دي افني 25 بكل من الطنطان وكذلك بالطرفية 26 ببوشدور 27 بالعيون 26 بقليميم 31 منتظرة بأسا 32 مرتقبة بكل من الزاك سمارة وبكرة بباقي المناطق 24 بالداخلة 34 بمضريقة 32 بجدز زمور 30 بالقويرة 37 بأوسر حالة البحر وعلوم الموج على صحيحة الصيح الجنوبية سيكون البحر قليل الهاجال الى هذه الصراح ما بين متران الى 4 انطار شنق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة السابعة 4 دقائق والغروب على الساعة الثامنة وستوى واربعون دقيقة هذا التقص ببعض العواص من وضن وجاورة 34 بين واكشوت 26 بين وذيبو 34 بزوارات 38 منتظرة بيتندور ولن الى التذكير بأبرزي عن وين هذه النشرة وفد الرافع والمستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي يقوم بزيارة المستشفى الطبي الجرحي الميداني الذي يقيم على مستوى جماعة تالوي ومن اقليم اسمارة تابعنا التوقيع الاتفاقياتي الخاصة بتنزيل برنامج أوراش من الدخل رصدنا لانطلاق التدريب الجاوي الأول لفائدة عطر المخيمات الصيفية في النشرة أيضا تابعنا من مدينة العيون فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى نهاية النشرة في أماننا اشتركوا في القناة